ممكن الصدفة تخليك تغير نمط حياتك فجأة يعني يمكن ما كنتش مخطط يمكن ما كانتش إحدى خطتك لكاريرك لكن قد تلعب الصدفة في إنك تحسن أو تغير الله أعلم هنعرف ده من رامز أمير رامز أمير يا خوي أنت بتصغر الرياضة بس شوية أه تصدق وشك لم أوي والرياضة بتخسز الوش طبعا بتحفز على الشباب أكيد أه طبعا والنبي له يسطورك يا خوي يا حبيبي أنت وإنت صغير في الألفينية يعني من 2001 و03 و04 حاجة كده تقريباً أه كنت صغنن أوي بس عملت عمال مهمة وكبيرة مع ناس كتير مهمة عملت إيه الحتة الفقرة دي الفترة دي في بداية الموضوع خالص كنت مع أول فرصة أخدها كانت مهمة جداً في حياتي كان مع دكتور يحي الفخراني في شرف فتح الباب أيوة وهلا فاخر أيوة مزبوط كنت ابن من ولاد دكتور يحي كنت تلاتة كنا تلاتة آه كنت أنا المتواصل دي كانت أول فرصة وبعدين عملت بعدها أعمال كتير قوي في المرحلة دي بس دي كان أهم واحد يعني كانت أول بداية كانت قوية وبعدين ابتديت إيه بجرب لسه باتعلم كنت صغير وبعدين قدمت في المعهد كنت أنا ساعتها في المعهد كنت لسه في سنة أولى معهد وابتديت كذا سنة كده عطت إيه أتعلم شوية أخد خبرة لغاية ما جالي دور بقى اللي هو في رقم مجهول مع سيد أحمد نادر جلال دي كانت النقلة اللي حطيتني شوية في سن كبير بقى مش اللي هو الطفل ده مع يوسف الشريف آه مع يوسف الشريف بس هي دي كانت البداية وبعدين بقى ابتديت يعني كذا عمل بعدها وبعدين أنا حياتي تقريبهم كلها نقلات غريبة يعني بسويتش ستايل معرفش ده يا ربنا اللي كاتبه يعني وبعدين بقى حصل النقلة الأخيرة اللي هي في آخر سنتين بتاعت الأكشن دي النقلات اللي فاتت كوم والنقلة الأخرانية دي كوم اللي هي سويتش ستايل دي آه برضو بقول يعني صدفة عجيبة ده السيناريو الرباني اللي احنا نقول عليه صدفة آه إنه طب قبل السويتش ستايل الأخراني ده النقلات كانت إيه أوكي من بعد يوسف الشريف انت فعلت في نقلة جنب ده آه دي كانت نقلة كويسة آه آه بس بعد كده تقريباً يعتبر ستادي جداً آه لغاية القاعدتنا سنين بقى باشتغل كين اللي حصل اللي خلاك تقوم عامل الحاجة الغريبة اللي هتشوفوها دلوقتي عشرية أقول لحضرتك أنا يعني قبل كل حاجة من وانا صغير أنا كجمهور بحب قوي أفلام الأكشن طبعاً أنا من الفانس بتوع الأكشن يعني طبعاً تقشقوا أحية علي كده الرزيسة قد كده ماشي فضل فالمهم بعد يمكن في آخر مثلاً سبع سنين أو حاجة كده كنت بتفرج على فيلم أكشن من بره اللي هو عند سبيوتت بتاع اسكوت أتكنز في يوم ما أنا مش هنسى اليوم ده كانت وقت المتأخر كانت 19 أو واحدة بالليل كده فقاعد بتفرج قلت هو الحاجات دي ليه ما بتتعاملش عندنا ليه ليه ما حدش كرب فمعرفش فجأة كده جالي يعني زي طاقة كده لو طب ما تشتعل على نفسك ويشوفها تتعمل ازاي فحتى الناس يمكن الجمهور مش متخيل إن أنا بادي كبير يعني الناس دايماً منباهرة بالحاجات اللي بعملها فاكريني بادي منه أنا عندي سبع سنين مثلاً رياضي لا لا خالص أنا يعني تجربتي مختلفة شوية أنا كنت على فكرة يعني ما كنت شبال عبر رياضة خالص ولا كنت بعمل أحياء كنت باشاً بسجير كنت باشاً بسجير كنت باشاً بتلتها تلعب سجير وفي اليوم وبطلت كل حاجة وعملت سويتش غريب قوي فقررت يعني بعد ما اتفرجت على الفيلم ده اللي أنا هاخد السكة واشوفها توصني لإيه كويس اللي هي أصلاً اسمها إيه بقى؟ عرفت بقى هي اللي بيقدمه سكوت أدكنز هي ميكس مش حاجة واحدة هو ميكس بين التايكوندو ومش باركور حاجة اسمها فري رانينج رياضة كده اللي هي فيها حتة شوه شوية بيبقى حلو في السينما يعني فأنا ابتديت مشيت مشواري في التايكوندو وبتديت أتعلمه وبعدين اتجلنت شوية بقى وروحت لرياضة الخطر قوي بتاعت البركور حبيتها قوي ومشيت بالتنين مع بعض هو بيتعمل ميكس بينهم يعني عشان يبقى يعني التايكوندو يمكن مش مبهر قوي لو ما دخلتيش معاه البركور وهي دي نسبة الخطورة لأنتي الشغل يعني يعني بعمل حاجات خطر بتبقى مبهرة أكتر وبتديت المشوار الاسم إيه باركور؟ باركور آه كور جاري يعني هي البركور هي الأصلها فرنساوي مش فاكر بالزبط يعني هي متأسمة باركور يعني هي أصل الرياضة من فرنسا يعني آه آه